السؤال الثاني بيقول تم طلاقي من زوجي وأنا حامل في الشهر الثاني وانفصلت في منزل قمت بتأجيره لأنه رفض توفير منزل لي أنا وابني وبشتغل وابني معايا ومتكفلة بنفسي بشكل كامل كتير بفكر ليه كل ده بالرغم من مساعدتي ليه طول سنوات زواجنا في سداد ديونه كلها ومنجرد ما طلبت أن فلوسنا تتفصل عن بعض ابتدى يتغير ومع الوقت بقى بيتدايق من شغلي وبيطالبني أسيبه لأنه ما كنتش مطمئنة ليه رفضت أسيب شغلي وترتب على ده أنه طردني من البيت وأنا حامل في شهرين وطلقني غيابي أعمل إيه احنا تم الطلاق خلاص أنت بتقولي تم طلاقي من زوجي لو كان الطلاق ده تم فأنت لازم تاخد فترة تتعاملي مع أن الطلاق ده أمر حقيقي ما تنكرهوش يعني ما تنكرهوش تتعاملي على أنك أنت مطلق يعني إيه تبتدي فعلا يبقى برنامج حياتك أنك مطلق عشان ما يحصلش إيه ما يحصلش أن أنت تفظل تعملي إيه تلاحقي زوجك تلاحقي مطلقك فلما تلاحقيه هو يبتعد أكتر لكن أنت محتاجة ثلاث حاجات قلت لي أعمل إيه محتاجة ثلاث حاجات أن تغيري برنامجك إلى برنامج المطلقة الرشيدة إيه برنامج المطلقة الرشيدة ده أن أنت تتقبل الطلاق وتعملي برنامج حياتك على أن أنت بتراعي ابنك بمفردك وبعائلتك لا عن طريق شريك للحياة تبدأ يعمل إيه يعني خريجي تعمل خطوة تانية اللي أنا طلبها من حضرتك أن تعيد تقييم قدراتك على إنشاء أسر سواء هترجع لزوجك هترجع للمطلقك أو أنك هتستمري في الانفصال وقد ترزقي بزوج جديد يبقى أنت لازم الأول خالص تتقبلي هذا الطلاق وتنفز بالنامج حياتك على هذا الأساس وبعد كده تبتدي تعملي مراجعة لنفسك إيه اللي حصل وتشوفي إيه الأخطاء اللي أنت وقعت فيها باعتبارك أم وإيه الأخطاء اللي أنت وقعت فيها باعتبارك زوج وتبتدي في فترة النقاها دي تعملي بقى الخطوة الثالثة اللي هي إيه تتدربي وتاخدي مهارات على ده يعني أنا في رأيي وده بانصح بيه كتير من الناس اللي بيحصل لهم الطلاق إن في الفترة اللي بيبقى فيها الانفصال دي سواء هترجع لزوجك أو هتتزوجي زواج تاني أو هتستمري احتمال إن أنت تكون محتاجة إن أنت تتعلمي بعض المهارات الزواجية وبعض المهارات التي تتعلق بالأمومة فأنت محتاجة تتدربي وتغيري من شخصيتك التلات حاجات دولة أظن هم أفضل حاجة ممكن تعمليها في الفترة دي أول حاجة تتقبلي فكرة الطلاق تاني حاجة تقومي بمراجعة نفسك تقريت حاجة تتدربي حتى لو إنك أنت عايزة ترجع لزوجك ده وهو طلب منك الرجوع روح تدربي في دورات المقبلة على الزواج لأن في أوقات كثيرة من لقى إنهم ما تطلقوا لأنهم ما كانوش عارفين يعني إيه جواز فتروح تتدرب على ده أو تتدرب كمان على أدوار في التربية وتنشغل بتربية ابنها وتحسين مستوها المهن ساعتها حياتها هتتغير جدا 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 سألتيني أعمل إيه؟ وجاوبتك أنت طبعا طلبة مني أن أنا أعمل إيه عشان أخلي قلبه يملي لا مش نصيحتي دي خالص نصيحتي أن أنت تشتغلي على أنك أنت تحسني من نفسك لأن ده هو اللي هيصل لك كتير حاجات كتيرة في حياتك السؤال اللي بعد كده بيقول أنا بصلي بس بعد كده بسيب الصلاة تاني مش عارف أعمل إيه هنا في شوية إجراءات بنجاوب فيها في السؤال ده أول حاجة أن احنا لازم نفهم حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة ليست فعل واجب فقط حقيقة الصلاة هي صلة بين العبد وربي يعني إيه صلة بين العبد وربي؟ يعني أنت في كل صلاة لازم تدخل بمعنى يعلقك بالله سبحانه وتعالى تدخل الصلاة وهي بتجعلك تزداد حبا في الله وأنا بحبث جدا أن المعنى اللي تدخل به للصلاة يكون متعلق بحال تكسعة الصلاة لأن رسول الله قال أرحنا بالصلاة يا بيلان يعني الصلاة ممكن تكون دوة للحالة اللي أنت فيها فمثلا واحد عنده واجع واحد متضايق يدخل على الصلاة على أن الصلاة ماذا؟ لشرح الصدر فيتعامل مع الصلاة على أن هي باب من أبواب شرح الصدر واحد حاسس بضيق الحياة فيدخل على الصلاة بماذا؟ بطلب الفتح وطلب سعة الأرزاق فيدخل على كل صلاة بمعنى من المعاني فتصبح الصلاة بالنسبة له باب مدد كبير وباب سعة كبيرة هو محتاج أنه يعيشه مع الله سبحانه وتعالى يبقى أول خطوة يبقى حضرتك بتصلي صلي مع كل اجعل لكل صلاة معنى هتبصت تلاقي حياتك إيه ده؟ ده الصلاة وسعت حياتي ده الساعة جمالة حياتي ولعل ده هو السبب الرئيسي في مسألة إنما الأعمال بالنيات وإن النية ركن من أركان الصلاة ليه النية ركن من أركان الصلاة؟ أنت داخل وإيه مرادك في هذه الصلاة؟ فكون الصلاة تستفتح بالنية وتبتدي النية قبل كل أعمال الصلاة فالنية بتذكرك بماذا؟ بأن يكون الله مقصود الكل وإن أنت يبقى لك مقصد ويبقى لك معنى من المعاني بتتعلق بيه بالله سبحانه وتعالى أظن لو صلينا بهذه الطريقة ستكون الصلاة باب للفتح والنور والبركة في حياتنا وتفضل تترقينا ونخرج من ضيق أنفسنا إلى ساعة رب العالمين سبحانه وتعالى يا سادة نحن النهاردة تكلمنا عن شيء أنا باعتبره مهارة اجتماعية أساسية وهي إدارة التعامل مع الإشاعات أنا بالضبط أنا بتعامل مع إدارة التعامل مع الإشاعات زي ما بتعامل بالضبط مع إدارة المشكلات في البيوت الإشاعات يا سيدي مش حاجة ممكن تستخدم منها لكن حاجة ممكن يبقى عندك إرادة أن أنت تدير علاقتك بيها في ناس كتيرة بعد ما تدربوا على إدارة التعامل مع الإشاعات باية الإشاعات ما بيشوفوهاش ما بتمرش عليهم وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لقلوبهم حصن من أنه يشاركوا في الأثام أقول لكم حاجة الإشاعات دي قذرات وفي ناس كتيرة عشان جمالهم وعشان وصلهم بالجميل سبحانه وتعالى وعشان طيبتهم اللي جاية من طيب بقاءهم في حضرة مولانا فما بيسمعوش غير كل طيب ربنا جعل عيونهم وجعل أسمعهم وجعل قلوبهم في حصن من أنهم يوقعوا في أوحال الشائعات خليك حارس وخليك عين تبيت تحرص في سبيل الله أحرص بيتك ومجتمعك ووطنك من إشاعة ممكن تهدد أمنك وتهدد إيمانك يا رب جعلنا دايما حصن وحصننا يا مولانا بمددك ورحمتك يا رحيم يا ودود يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة